دكتور أنا خالد طوالبا قطر تريبيون دكتور كيف ترى دولة قطر الوضع السياسي في غزة بعد الحرب وما هي الجهة التي تدعمها دولة قطر لقيادة غزة بعد الحرب القرار هو لدى الشعب الفلسطيني الشقيق وكانت قطر دائما داعمة لجهود الوحدة بين الأشقاء الفلسطينيين ولا تقبل دولة قطر إملاء أي طرف خارجي أي أن كان أي طرف أو شخص أو منظومة أو حتى خيارات على الأشقاء في الشعب الفلسطيني الشقيق الأشقاء الفلسطينيين لديهم قيادة معترف لها دولية لديهم مؤسساتهم ولديهم أحزابهم وهذا هو شأن داخلي فلسطيني لا بد للمجتمع الدولي أن يدعم قرار الشعب الفلسطيني الشقيق ويمكن الشعب الفلسطيني من أن تكون لديه الآليات لتحقيق هذه الوحدة أي أن كانت هذه الآليات في سياق الشرعية الفلسطينية والأمر الآخر بالنسبة لنا في دولة قطر دائما كنا نشطين في دور الوساطة بين الأطراف الفلسطينية وهذا أمر طبعا يبقى دائما خيارا مفتوحا من سبيل دولة قطر ترجمة نانسي قنقر